اختتمت ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة أياد مصر للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية وقال وزير التنمية المحلية محمود شعروي إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالي 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية واضاف وزير التنمية المحلية أن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة أياد مصر وأهدافها وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات